وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 115 قضية تموينية بمضبوطات تقترب من 5451 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 71 طن سلع غذائية مختلفة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 55 طن أما في مجال حجب مواد البناء فقد تم ضبط ما يقرب من 5287 طن حديد و24 طن أسمنت ترجمة نانسي قنقر